ومزبوط وانت بتتفرج عالجون اعتراضات على فكرة من لعيبة نادل اتحاد يمكن موقف ايمن حفني جوه الملعب يعني لعيبة الاتحاد يقول له مفيش اعادة برا تتفرج عليها النهاردة لا مفيش منوتور للعيادة على فكرة ودي بيتكلم اللعيبة والمساعد الاول قدامنا محمود رضا هل ايمن حفني كان متسلل ملناش علاقة الناس بتزعل سواء اتكلمنا ايجابي سلبي يقولك الراجل جاي علينا او الراجل مع الفرق اللي جابت الجون انما كله شايف اللعبة لعبة مصطفى فاتحي مع ايمن حفني لعيبة نادل اتحاد بيعترضوا ان فيه تسلل على ايمن حفني عموما واحد صفر النادل زمالك مع ديها تسعة وستين الاتنين الحريفة هم اللي قدروا يخلصوا هنشوفها تاني بص اللعبة من بدايتها اهدي الحكاية وادي الهدف من اوله اهدي اللمسة وادي ايمن حفني تسلل في اعتقاد تسلل ايمن حفني وادي مصطفى فاتحي وادي اللعيبة بتعترض انما قلنا قرارات الحكام ليك وعليك بكل امانة نادل زمالك تظلم كتير الموسم اللي احنا فيه في لقاءات همة ولقاءات مصرية نادل زمالك ويمكن لغاية دلوقتي عنده مشكلة لقاء نادل مقاصة سواء في الدور الاول او الدور التاني ونادل زمالك